دائما نتواصل مع انطلاقات ميدان الطي ننقل لكم هذه الاحداث المميزة هنا من ارضية هذا الموقع الذي دائما وابدا ينقل لكم هذه الاحداث شوطنا الثالث ينطلق على بركة الله وحفظ شوطنا الثالث يندفع اندفاع جميلة ومميزة حساسة للغاية تحمل في هذه الشعارات المميزة شوطنا الثالث للبكار ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس احداث جميلة ولكن لن تأتي الا عند الخمسمية ولا الكيلو ولا خير نسهير ونستفتح اذا عتر بمياس محمد بن يمحة بالدبالة النقل على جبارة في المركز الثاني علي بن يمحة الغنامي بينما المركز الثالث المركز الثالث النصيب سالم بن شاسب المسافرية النقل على المركز الرابع المركز الرابع لعبدالله بن علي بن واسل وهي ملوح بينما المركز الخامس المركز الخامس لسيد حمد والأحمد بن سيف لغويس اللي هي ابراج هكذا هي النتيجة ها هي النتيجة في نداينا الاول نداينا الاول الله يا النداي الاول شوف شوف الثلاثية على مقدمة الشوت كوكب ثلاثية احصار ثلاثي على مقدمة الشوت بقيادة اللي غيرت من الحقيقة جبارة سيطرت على المركز الاول غيرت انتزعت المركز الاول لعلي بن يمحة الغنامي النقل على المركز الثاني في هذه اللحظات خلت المركز الاول الشهرية وتعود ولا مياس مياس عفوا ان محمد بن يمحة بالدبالة بينما النصيبة تأتي في المركز الثالث وسالم بن جاسب المسافري ملوح على رابع المراكز عبدالله بن علي بن واس بينما المركز الرابع الخامس اللي في المركز الخامس اللي هي سليلة تأتي على خامس المراكز واحمد من عبدالله بن هللي ها هي النتيجة مستمعين الاعزاء في نداينا الثاني للخمس المراكز دعناها عليكم بن لوفة والتمام قطعنا تقريبا نصف المسافة ويتبقى الالف وخمسمية متر يتبقى تقريبا على خط النهاية الف وخمسمية متر النصيبة غيرت غيرت عند لوحة الالف وستمية انتزعت المركز الاول بكل قوة وجدارة انتقلوا اياكم الى المركز ثاني مياسة 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 على ثاني المراكز محمد بن يمعبد دبيلا تقترب جبارة في المركز ثالث هناك علي بن يمعه الغنامي ابراج وابراج ابراج العاتية والعالي احمد بن سيف الاغويصة النقل على الشعينية في المركز الخامس ومحمد بن سلطان في المركز الخامس للسيد محمد بن سالي بن ملوش هاي النتيجة هكذا هي النتيجة الشعينية AAA AAAA الله يا النصيبة نصبت نفسها بالحقيقة في الموقع الجميل الموقع المميز الموقع الحساس والشوت دائما وابدا تأتي فيها لحظات الجميلة قلت لكم هناك عند الانطلاقة ترقبوا الكثير والكثير في اللحظات الأخيرة بالحقيقة نصيبة سالم بن جاسب المسافري مسيطر حتى هذه اللحظة الشعارة على المركز اللي هو الأبراج في المركز الثاني وأحمد بن سيف الأغويص بينما اللي في المركز الثالث الشعري في ثالث مراكز محمد بن ساري بن بنوش النقل على المركز الرابع المركز الرابع سنينة أحمد بن عبدالله اللي في المركز الخامس مرمرة وانبارك من علي الضبع هاي النتيجة الله يلقى ستمية الله يلقى ستمية المتر الأخيرة بدأت الشعارات تقترب والنصيبة حدث يتكلم عنه الجميع النصيبة سلالة بالحقيقة تتحدث عنها الكثير والكثير يتحدث عنها سالم بن شاسب الانسافري مسيطر على المركز الاول سيطرة فعالة تلقائية على مقدمة الشوطة براج هنا في المركز الثاني براج واحمد بن سيفل هو الثالث للمراكز الشهرية ومحمد بن ساري بن بلوش الله يا النصيبة الله يا النصيبة الميتين المتر الميتين المتر الاخيرات التي يفصل النصيبة عن خط النهاية انما ابراج تقترب الها راي والها حديث في اللحظات الاخيرة الها موقع مميز تنقل السلام من وإلى ولكن النصيبة ما طاعة تتسلم ما طاعة تتسلم ما طاعة تعطيه للمركز الاول بغو سلام الهلل للسوان تانينه والناموس لسالم بن شاسب الانسافري واسعد الله صباحك ابو شاسب وينما يسكن المركز الثاني ابراج بالحقيقة احمد بن سيفل هو الغويس المركز الثالث لمحمد بن سالم بن بلوش المركز الرابع للسيد مبارك بن علي الضبع المركز الخامس سليلة احمد بن عبد الله بن هلي تهارينا والناموس لمالك النصيبة بالحقيقة السيد سالم بن شاسب المسافري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة